ثم أما بعد فمع قول الله جل وعلا وَمَنَ ظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا سْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمُ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذابٌ عظيم هذه الآية العظيمة والعلامة المُبينة جاءت مباشرةً بعد الحديث السابق الذي ذكرناه من حكاية الله جل وعلا عن الأمم السابقة من اليهود والنصارى في تخاصمهم حول من هو من أهل النجاة في الآخرة ومن هو على الحق في دينه وقالوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا وَنَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ هذا السياق الذي تجادل فيه غير المسلمين من اليهود والنصارى حول أحقية أهل تلك الملة أو هذه باليوم الآخر وما ردَّ الله عليهم به من الحجة تلك أمانيهم وقد بيِّنَّاه على قدر المستطاع قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلَا مَنَسْلَمَ وَجْهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وبيِّنَّا على قدر المستطاع هذا المعنى الجميل من إسلام الوجه لله رب العالمين ثم جاء بعد ذلك تخاصم اليهود والنصارى فيما بينهم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم إلى آخر الآية فجاء بعد ذلك قلت مباشرة هذه الآية العظيمة ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذابٌ عظيم واضح أنه من قواعد تفسير القرآن الكريم أن الآية تُؤخذ بصوابقها ولواحقها وقرائنها فيتبين من هذا إذن أن المسلمين عبر التاريخ ممتحنٌ مبتلون باليهود والنصارى في أي شيء في مساجدهم أيضاً مبتلون في أمورٍ كثيرة من حيث المفاهيم المفاهيم من هو على الحق أو ما هو الحق أصلاً وما الباطل وقت تحدثنا في هذا على قدر المستطاع في قوله جل وعلا وقالوا لي يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى وتبين أن الإعلام المعاصر يقوم فعلاً بهذه الخطيئة نعني الإعلام الضال المضل الذي يحاول أن يشويها حقائق الإسلام وإنها ضرب من الخرافات في سياق ذلك أيضاً يحاولون بيان أن النصارى على حق أو أن اليهود على حق إلى درجة أنه يشكيك ضعاف الإيمان من المسلمين في معتقدهم وفيما هم عليهم من الحقي الديني والتاريخي وغير ذلك كثير إذن قول الله جل وعلا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهِ هذا كي اسمه علماء أصول فقه بالقصد الأصيل من الصياق يعني مقاصد المساقات فيها مقاصد أصلية ومقاصد تبعية يعني الصياق الأصلي للآية أن الذين سيرتكبون هذه الخطيئة إنما هم اليهود والنصارى هم اللولين يعني وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَ الْيَهُودُ وَالْنَصَارَ الذين منعوا ويمنعون إلى يوم القيامة ما ساجد الله أن يذكر فيه اسمه ويسعون في خرابها فعلا لكن قبل بيان هذه الحقائق الآن ما تجلياتها شيء المظاهر ذي الله وكما قلت مراراً وتكراراً القرآن يجب أن يفهم في سياقه الحي الحي نسبة الحياة لك أنا وأنت يعني يجب أن تفهم كتاب الله وأن تتلقى عن الله جل وعلا على مقتضى زمانك وظروفك أما لما تصادر تصادر مصادرة تصادر القرآن في التاريخ هذا خطير ليس من حيث البناج فقط ولكن من حيث العقيدة أيضاً يعني بحظ القرآن زمال خدمة ديرو كانت في التاريخ وليس له امتداد في الأرض والزمان هذا خطير جداً من حيث الاعتقاد وقد يمارسه بعضنا من حيث لا يقصد وذلك أهوان الأمرين على الأقل القرآن كلام فوق الزمان وفوق المكان وفوق أحداث التاريخ كل تاريخ آياته تتنزل على كل مرحلة وسيتبين ذلك بالدليل الملموس بحول الله هذا الصياق الأصلي قلت له صياق تبعي هذا يعني عندها صياق تبعي وهو يتعلق بالمسلمين أيضاً ممن يمنعون مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ويسعون في خرابها ينحقهم ما لحق الأولين والمتأخرين من اليهود والنصارى أولئك أن يحق عليهم هذا القول أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم والعياذ لله مما قد لا يخطور على البال أحياناً مع الأسف الشديد هذه الملاحظات كينة كينة في هذا الزمن ديالنا في البيئات ديالنا وهو التعدي على حقوق المساجد الذي قد يمارسه بعض جهالات المسلمين ويجي الجمع يصلي الصلاة الخمس وكذا إلى آخره وهو كي يكون رزق الجمع هذا ينتج عنه هذا المعنى لأنه حينما تسبب الآذى في التضييق يعني أي وسيلة أي وسيلة أدت بشكل مباشر أو غير مباشر إلى منع أو التضييق لأن التضييق مع المدى يؤدي المنع إلى التضييق على ذكر الله في المساجد أو منع ذلك أي وسيلة قلت فقد دخلت في مطلق هذا المعنى وفي عمومه ومن التي تفيد الاستغرق العموم أي وحد من أي جنس كما رغيكم يهودي أو صراني أو مسلما وضروب ذلك كثير شيئة كثيرة يعني لا ينحاصر لأنهم وسأضرب أمثلة حتى يتضح المقال بحول الله عز وجل ولكن نرى المعنى عام جدا مستغرق يعني واحد مثلا أنت صلت على أرض دي الأوقاف يأكلها ما هي شيئة جامعة على أرض غير دي الأوقاف فقد دخل في مقتضى الآيات ومن ظلموا ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها لأن المساجد بشكة تمشى بالرصيد المادي دي الأوقاف وهذا الرصيد إذا ضاق أو ينقطع لقدر الله هذا يحدث مشكلة في توظيف الآئمة توظيف المؤذنين القوام قيم دي المسجد كل ما يتعلق أيضا لبناء الصيانة كل ذلك إنما يؤتى به من الأوقاف التي أوقفها أجدادنا ووقفها أجدادنا من المؤمنين من المسلمين خاطير جدا تعدي على أرض الأوقاف وعلى أملاك الأوقاف أنا كانت ولت كله الكرة للوقف بلا دم يعني كيوقع لواحد إنفصام في الفهم دياله وإنفصام في شخص دياله كيبدأ يفرق هو وكل كرة ديال الأوقاف ليه وجاي صلي الصلاة الخمس ومحش براسوه بلا راه كيبنع عباد الله من الدخول الجمع راه بحال نهز واحد العصاء لزروطه وقف ليه في البر ديال الجمع ما كيخليش الناس يدخلوا للجمع هو ما كيدراش بشكل مباشر ولكن فعله يؤول إلى هذا المعنى في نهاية المطاف يعني أن الأمور بمقاصدها والوسائل أحكام الوسائل تبنى على أحكام المقاصد من لكي يكون واحد الحكم الشرعي الغاية دياله صيانة شيء على الوجوب كل وسيلة أدت إلى تطويق ذلك الحكم الشرعي تصبح واجبة ولذلك قالوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وكذلك ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام ومن هذا الأصل استنبط إمام المذهب مالك رحمه الله قاعدة سدي الزرائع فحرم المباح الذي علمه أنه معدلش الحقي حرم المباح لا نوع معين من المباح حرم المباح الذي علمه أن الناس صاروا يتواطؤون عليه للوصول إلى الحرام يعني ما كتب للعادة الاجتماعية أنه لو كمش يجروا أحد المباح معين أعلاش لأنه يؤدي إلى الحرام فيحرم عليهم ذلك المباح وهذا أصل ماليح كل من أصول الشريعة وشغل عند الإمام المالك بالشريعة كلها هذا أصل من أصولها وقد حرم الله جل وعلا سب سب الأوثان إذا كان يؤدي إلى سب الله ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغرع وفي الحديث أيضا أكبر الكبائري أن يسب الرجل والدي قالوا أو يسب الرجل والده يا رسول الله قال يسب أب الرجل فيسب الرجل أبا هو يقول لعن الله والديك تو يرضى عليه أنت من عمتش والدك ولكن تلعنت له والديه هو فهو عود ردلك فأنت لعنت والديك أكبر الكبائري أن يسب الرجل والدي هذا هو سد درائم هو واحد فأصله قلت متين في كتاب الله موجود في الآيات من مثل ما حكيت عن الله جل وعلا لا تسب الذي لا يدعونا من دون الله وغيره كثير موجود هذا المعناه في القرآن الكريم وموجود في الآحاديث صحيحة فهو متواتر كل ومن هذا البل يصبح كل من أكل ومن تعدى على وقفين هو التعدي كل ظلم تعدى على ديالنا الظلم ولكن أخطر منه تعدى على وقف لأنك أنا إذن تدري ما تصنع تحارب الله جل وعلا سفاحا جهارا كتعدى لعلى دار يعني أن المسجد بيت الله مسجد بيوت الله جل وعلا فأنت تضيق عليها وأنت تحاصرها بفعلك وأي شيء من الآدم ضيقت على الجمع الطريق يعني أي شيء أي شيء ولو أنه يكون عندك وحد الكلب أعز الله ذكركم طالقوا في باب الدار ذيالك اللي هي مجورة الجمع وكي ينبح في عباد الله كيف يفزع عباد الله ويخلع عباد الله باش نشير الجمع بهذا كالكلب الذرك نتاخده فقد دخلت في مقتضى الآيات ومن ظلموا ممن ما نعى مساجد الله يذكر في اسمه يعني أي وسيلة غادي الدراك تعطيهها النتيجة وهي غادي يتأثر على حركة الجمع على حركة الصرف المسجد فأنت آثم 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 بما فعلت من فعل أدى إلى التضييق على ذكر الله في المسجد أما الأمور لوضحأ رهو وضحأ جدا ولهذا إذن قلت الآية هي من العظم ومن الكلية بحيث لا يمكن أحصرها أبدا على نازلة واحدة أنا من بيدي قلت على الصعيد باش تعطي واحد المثال واحد تقول راني في السرط الآية الآية عامة شاملة مستغرقة لكل فعل من شأنه أن يؤدي قلت مباشرة أو بصورة غير مباشرة إلى التضييق أو إلى منع ذكر الله في المساجد والتضييق منع ضيق على ذكر الله تعصر لحركة المسجدية والقوام المسجدية منع لأن التضييق اليوم مغضى يؤدي إلى المنع في نهاية المطاف ولذلك الله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حراج لماذا؟ يعني جعل لنا الرخص الحراج هو هو ما من أجله شريعة الرخصة وكذلك الضرر لأنه الحراج إذا لقيت رسك غادي يدير واحد الحاجة في الدين اليوم وفيها الحراج ما معنى الحراج يعني فيها صعيبة نوعما ما شي مستحيلة مستحيلة كتسمى الضرر كل الذي لا يستطع أن يقوم في الصلاة توقف ويطع هذا يصلي للضرر ما يمكن هذه كتسمى الضرر يعني الضرر ما لا يمكن أن يقوم الفعل معها أما الحراج يمكنك تدير هذا الفعل ولكن مع الدم كل ما ريضي يستطيع أن يصلي واقفا ولكن هو يصلي واقف والرأس ديله في الدوقة ومحن كيتمنى ويتسنفق يعني يصلي على حراجين ما جعل عليكم في الدين من الحراج لماذا؟ لأن الحراج اليوم والحراج غدا وبعض غدا غدا يقتعصلا فالحراج والضيق بصفة عما الضيق يؤدي إلى المنع إلى الترك من ضيق على شيء فقد قطعه ومنعه مش مضرورة حتى يعني تتسد الجامعة وتخضي مع الجامعة أو تريبه أعتمرك من اعتدك الله أو من اعتد المسجدة من أن يذكر فيه اسم الله لا كل فعل من شأنه أن يضيق أو أن يرهيب أهل المساجد أو أن يفزع الناس عن إتيان الصلاوات ولا أوقات فهذا أمر خطير لأنه المواجهة فيه كيف هي بين هذا المذن بالمجرم وبين رب الكون هذا درك حرب الله تعالى مبثرة ولذلك فعلا العبد حينما يصل إلى هذا الدرك هذه ليست درجة هذه دركة التحت حينما يصل إلى هذا الدرك من الخطيئة فيشهر الحرب على الله فليعلم أنه هالك ما عمر لي كل ديالجمع ما تختب حياته بخير اطلاقا أما الصياق الأصيل للآية ذكرته جاء في صياق الحديث عن ظلم ليهود والنصار للمسلمين والتعدي عليهم من حيث المفاهيم المعاني استفزوا المسلمين يقول لهم أنتم على باطل وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كانوا هودن ونصار هذا الصياق هذا الصياق من حيث فتنة الكفار المسلمين في دينهم وعقيدتهم ألا تشاهدون اليوم أنهم يتدخلون في خطاب الخطباء في العالم شيء برنامج كان قريب يهجموا الدكتور يوسف القرد ويلا يذكره بخير قلت في الخطبات يعني وله لهودن صار يحكموا المسلمين يشغلوا في الخطب دي الجنة سبحان الله رب الكون الذي تكلم بالقرآن جل وعلا تكلم بما هو عليم بها أنه واقع يعني هو غد يوقع ولكن تكلم عنه باعتباره واقع لأن الماضي والمستقبل عند الله عز وجل سيان لأنه تعالى لا يحكمه الزمان بل هو يحكمه الزمان لأنه الذي تعالى خلق الزمان ومنظمه ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها بأي وسيلة من وسيلة تخريب بالإفزاع والترهيب وأي وسيلة والتضييق على المضمون أو على الشكل أو على بناء المسجد أو أي شيء هذا العصر يشهد هذه الحقيقة أيما شهادة وأيما شهود واضح جدا حقيقة تعدى مرحلة المفاهيم التي ذكرتها قبله إلى مرحلة المنع ومنظمه ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها وهم فعلا يسعون في خرابها تخريب البنية ما يسمى بالبنية التحتية للدين حتى ينقطع التديون ولن ينقطع بإذن الله حتى ينقطع التديون في البيئة الإسلامية عبر العالم الإسلامي وهم واهمون في ذلك لأن الله ينبت الدين إنباتا كي نبتوا كما كيطيح اشتو نبت ربيع الشجر كي نبت الدين أيضا في قلوب العباد كما أنبت الإيمان في حجر فرعون وهو في صيغة موسى الرضيع الطفل الصغير الضعيف أنا إذن أنا ضرب بالكون سبحانه استدريجوا طغاة الكون طغاة الأرض استدريجوهم سنستدريجوهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين سبحانه جل الله ولذلك ما كان للمؤمن أن ييئس مما يصنع القوم في هذا الزمان من هذه المصائب الشنعة ما يتيئس لأنهم وصلوا قلت إلى إشهار الحرب على الله اطمئن أنا إذن كن مطمئن مادم أنه لتحرب بين رب الكون وبين هؤلاء العباد فأعلم أن الله منتصرون جل وعلا لأن من أشهر الحرب على الله هلك هلك ته المآسي والآلام التي يعيشها المسلمون في هذا الزمان هي مبشرات وليستمون الفيرات إطلاقا لمن له بصيرة قرآنية ولمن أيضا له بصيرة تاريخية لك عرف التاريخ وهذا لك تسمسون الله عز وجل في الاجتماع البشري يعني القوانين اللي رب تعالى سير بهذا التاريخ البشري قوانين كقانون الجاذبية بالضبط لا يتخلف ترمي واحد حسر لا ترسع الأرض لأن الأرض تجذيبوا الإجسام إليها في البيئة ديلا وفي المحيط الفضائي ديلا فكذلك قوانين الله في الاجتماع البشري أن الأمة التي وصلت في طغيانها وفسادها إلى إعلان الحرب على قيم الدين يعني إعلان الحرب على الله تعالى فقد هلكت هذه الحكمة لهذا الفعل الماضي الذي يفيده تحقق ما في المستقبل قطعا حكم على هذا الفعل الماضي أو بالجملة الإسمية هي كتكلم على المستقبل وكتكلم على المستقبل على أنه واقع كقول الله جل على لرسوله إنك ميت وإنهم ميت هو مزل ممت خاطبه هو وحي عليه الصلاة والسلام ولكن إن لم تكن ميت حقيقة فأنت ميت حكما لأن الذي سيموت بعد أيام وما عمور الإنسان إلا أيام فقد مات مات وكل شيء معدود محدود يعني الحاجة التي تحسب واحد شكو لما عنده حد لما تحسب شيء لما تحسب شيء أتوحل معها أما الذي هو معدود كتتحسب واحد اثنين ثلاثة أربعة عمر بناد كتتحسب تاريخ ميلاده تاريخ وفاته فكل شيء معدود محدود إيجي وقتوك يكمل احسب الواحد انتهى فالله جل وعلا يتكلم بهذا المنطق القوي سبحانه لأنه القوي ولأنه العليم بكل شيء عليم بما كان وبما هو كائن وبما سيكون وبما لم يكون كما قالوا وبما لم يكون لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى من علم خبير المؤمن حينما ترصخ ترصخ عقيدته في الله جل وعلا وتثبت أول فاكهة أول فاكهة كي تنولا في الدنيا السكينة والطمأنينة ما عنده خلق ما عنده مرض أعصاب ما عنده عقدة نقص ما عنده الطراب نفسي إزاء الحوادث التي تقع كأنها لا تعنيه بما جعل الله في قلبه من سكينة الإيمان ومن اليقين بمآل المعركة عندك يقين بالله كيفاش غادي تكون عيشت لها أو لم تعيش ما كيهمش كيهم أن الله من إسمائه الحسنى العدل الحكام ميضي حد حكام سبحانه عدل سبحانه جل وعلا وإنما هو يطهر العباد ويرب الأمة لتكون أهلا فعلا أهلا للوراثة ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يارثها عبادي الصالحون الله جل وعلا يصنع لنا الصلاح والصلاح إنما يصنع بمثل هذا لأمة كالضخل في الابتلاء والاختبار والتهذيب والتشذيب حتى تعوب إلى رشدها وحتى تعود إلى ربها وتمسك بكتابها تمسك بالكتاب بتشد بقوة الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين فهذه حقائق القرآن ناطقة واضحة ومن ظلم ممن منع مساجد الله ومن ظلم يعني قمة الظلم وشكوه هو الظلم المتكبير لأن الظلم لا يصدر إلا عن كبرياء النفسي يعني ابن الدمك يبدأ يحس بأنه أعلى وقاد فلاح اليوم ممن يستعلى هكا قالوا السحراء ديون فرعون لما يشعر البندم بالاستعلاء والكبرياء يظلم يعني خسيسة الظلم وصيفة الظلم هي صيفة نفسية أولا نفسية يعني فوقش كالظلم الآخر لما كتعتبر لأنه يعني ما عندهش الحق يعيش ما عندهش الحق يأكل ويشرب فتتعدى على حقه وعلى السلطانين وأنك أنت أنت كبرياء وكلك تجمعونك وهذه الأمارة هذه معناها الأصيل الأساس هو الدعاء الألوهية لأن المتكبير شعر أمن المشعور قصاد أمن مقصد فهو يدعي الألوهية وبهذا قال فرعون أنا ربكم مولا لا علاش لأنه استكبر يعني كبرياء فالكبرياء وضربون من ضروب الدعاء الألوهية صرح بها كما صرح فرعون أو لم يصرح لأنه ما ما يصرحش كي مرصى دول لاستكبار العالمي لأن تمارس الدعاء الألوهية في الواقع وإن لم تصرح بذلك صريحا وقد صرحت في بعض المساقات لما بندم يوصل للدعاء الألوهية فإن الله جل وعلا له المثل العلا يتجردوا لحربه كما قال جل وعلا سنفر روغوا لكم وإيها استقالا يتجردوا لحربه فإذا فعل أهلك هو قطعا كما فعل بعاد وثمود ومن والاهم إلى يوم القيامة ولتزال أحداث التاريخ تريد من ذلك عجب ولكن أنا من تعرض الهدسر ربي جعل تعالى الظلم من أكبر الكبار أريد الكبر لأنه قلت الظلم هو صيفة تجلى عن الكبر يعني الظلم ما هو إلا نتيجة أما السبب هو الكبر فالكبر أصل والظلم فرع فإذا استكبر الإنسان وتكبر ظلام ولا يظلم إلا متكبر مستكبر ولذلك الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام بوحيين منه تعالى حارب الكبرياء ولو كان ذرة نخطم الكبر النبي صلى الله عليه وسلم حضيها حضي صحابه يجب أن يرى فيه شيء ريحة للكبر فيتجرده له عليه الصلاة والسلام لينبهه بأشد بأشد ما يكون التنبيه يعني شيء عظيم حقيقة التي تبع المواطن النهي عن الكبر في الأحاديث الصحيحة الكثيرة يعني يجد عجبة حتى الأشكال التي تنبي عن الكبرين والكبر الخوية لا أشيء واحد التي تنبي عن الكبرين حاربها كطول الثوب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم حارب طول الثوب لأنه كان مظنة لا شيء قطع لا مظنة للكبرية يمكن أن يكون السوب لطويل لكبرين ويمكن أن يكون لغير كبرين ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه الصحابة على طول الثوب لأنه مظنة للكبرية وليس قطعا أنه يعني كل من أطال ثوبه فهو متكبر ولكنه ما ظن هذا واحد تدقيق يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقلب على حاجة صغيرة يقول اردبالك 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 إياك أن تكون متكبيرا أما أن يصرح الإنسان بالكبرية في سلوكه فتلك والله من أكبر الخطايا العز إزاري والكبرية وردائي فمن نازعني شيئا منهما كين الرواية القسمته ولكن أحفظ أشد منها قادفته في النار ربو الله فمن نازعني بدأي الدبز مع الله سبحانه وتعالى ولو المثال الأعلى في إحدى الصفتين الكبرية أو العز الذي هو ضربون من تكبر وليس العز الإيماني أنك هنا العز الإيمانية فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين لا العز المقصود هنا العز العرقي العاص أبي القابلي السلطاني هذا النوع من العز الذي هو ضربون من ضرب الكبر والكبرية من نازع الله فيهما شيئا قال قاذفته في النار وهالتعبير أقسى وأشد أنه بحل أزيكي قبطه بحل شيء حشر ويزوته في جهنم يعني فيه قوة وفيه غضب وفيه لعم نعوذ بالله من غضب الله الكبر إذن بما هو منتج للظلم كان خطيئة كبرى كان تعدي على سلطان الله في الأرض ولهذا تحمل الآية ما تحمل من الخطورة حينما تجد أن منع ذكر الله في المساجد هو من أكبر الظلم من أكبر الظلم لأنها كده الصيق ومن أظلمه صيق التفضيل تفضيل في الشر يعني ليس هناك الظلم من هذا الإنسان الذي يقوم بفعلين يؤدي إلى ما ذكرنا ولهذا الإنسان المؤمن ونتحدث عن أفوسنا لأن هذا الذي ينفعنا أما صنيع الآخرين فلنا فيه الاعتقاد ما معنى الاعتقاد يعني انتغير اعتقد بأنهم ما يوصلوش حتى تطمئن لأنهم مع الأسف بعض الشباب لأعصاب ديرهم توترت التهرست يسمع الأخبار وقالوا ويدبحوا وكذا وكذا رب الكون هو الذي يصوب الكون دياله سبحانه ويسحب لك رب الكون غيب على عرشه سبحانه وتعالى يدبير وعمر مملاكاته سنستدريجهم من حيث لا يعلم انتغير دير شغلك وهو ربي تعالى راه دير شغله ما ترفضلوش لهم مرفضلهم من رأسك شي غريب جدا هذا الذي يقع يعني بمعنى أنه يعني الإنسان كيوصل واحد درس كيف يفقد ثقة في الله هذا الذي يحصل كيف يعني أول سنع اللحقي بلى وإذن هذا القرآن نعب سبحان الله لن يتم أبدا حدف القرآن من الأرض ويدلوا الوسائل اللي يبغوا القرآن سيبقى إلى يوم القيامة الله تعالى ضمين له الحفظ في اللوح المحفوظ فاللوح المحفوظ ما هي في الأرض حفظه في السماء بنور منه سبحانه وتعالى نازل مستمر إلى يوم القيامة نور القرآن شد من سمحت الأرض لا ينقطع إلا قطعت انته وما قطع شيء غد القرآن برجها الله إن بتم ماله أهل الله وخاصته كما ورد في الحديث في الصحيح إلى هذا جيل مخدم مش ربي يجيب جيل جديد غني سبحانه وتعالى للعالمين ورسالته قائمة رسالته قائمة منتصرة وإنما أنا وانته وشربحنا ولا مربحنا هذا الذي نسأل عنه وهذا الذي نبغي أن نتحصر على فواته لا قدر الله وخلاصة الأمر إذن أن عناية المسلمين بالمساجد تتحدد سلبا وإيجابا بهذه الآية يعني اللي آذى الجمع أذى مالين الجمع الآيارات تكلمت واللي يعني ما يسمى بالمفهوم المخالف صحيح شنوه المفهوم المخالف اللي نفع الجمع أنفع مالين الجمع وسهل عبادة فيه فقد استفاد أجرا كثيرا والأحاديث في هذا أكثر من أن تعصى خير كبير أنت بنية مسجدا أن تسهم في بنائه أن تؤدي خدمة للمسجد الجامعي أو غير الجامعي يعني سوى مسجد كبير أو مسجد صغير خدمة أي خدمة تنظيف إنارة تدفئة المياه أي خدمة فأنت أنت آنئذ تخدم بيت الله شيء عظيم في الدك شيء عظيم هذا من أرفع مراتب العبادة من أرفع مراتب العبادة لأن الجريمة فيه من أردأ مدارك الخطايا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا لك من الشاكرين وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين